سعيز اتوقف عند نقطة مهمة جداً قبل ما نتكلم بتفاصيل عن أي حاجة تاني كنا طرحناها مع دكتور نبيل التظاهرات التي خرجت ضد دونالد ترامب ومن وراء هذه التظاهرات هل بالفعل هناك تمويل من جهة ما الفكرة برضو اللي جمعت كل دول ان هما يخرجوا وانه يكون عندنا كمان تظاهرات في اماكن متعددة من العالم ليس فقط في واشنطن او ولايات مختلفة من امريكا ايضاً كان فيه في سان فرانسيسكو فالحقيقة انه يعتبر فعلاً احنا عندنا مشاهد بتجمع بتورينا قد ايه عدد المتظاهرين اللي كانوا واللي اتاخد مشهد كمان ان كان فيه وجود لجون كاري في هذه المظاهرات يعني فبالطبع طبعاً فيه كلام كتير عن المظاهرات دي خلينا نشوف تقرير كده سريع من فرانس فان كاترا وفرانس 24 عن هذه التظاهرات وانه اللي جمع برضو السيدات في هذه التظاهرات هو لبس البرنيتا اللونه نها بامبي او البيني اللونه بامبي وزي ما انتوا شايفين اهو المشهد وده رصدته فرانس 24 وكان فيه برضو مسيرات وكانوا مسمينها للومن يعني المرأة عايزين برضو نشوف كانت مترتبة ازاي المرأة دول السيدات دول اتجهتهم مين دول يسار وفنانات ومدانة ونشوف مع بعض وهنرجع برضو اركز معاكو على بعض النقاط كده في موضوع التظاهرات نلتفت لها جائداً تظاهرات النسائية في كل مكان في واشنطن خمسمائة الف شخص معظمهم نساء نزلوا الى شوارع المدينة مرتدين القبعات الوردية رمز معارضة الرئيس الجديد نحن الآن تحت سلطة نظام يريد التعدي على النساء يجب ان نتصرف ازاء ذلك هذا غير مقبول التظاهرات النسائية اجتذبت عدداً كبيراً من المشاهير من بينهم مادونة اهلاً بكم الى ثورة الحب الى رفضنا كنساء قبول هذا العصر الجديد من الاستبداد النساء لسنا وحدهن في خطر بل كل الناس المهمشين بعد يوم من تنصيب دونالد ترامب نزل مئات الالاف من الاشخاص الى الشوارع في مختلف انحاء الولايات المتحدة كلهم ينددون بتصريحات لدونالد ترامب يعتبرونها مسيئة للنساء والاقلية هنتوقف عند مادونة وهنكمل مادونة مادونة الحين ما كانتش بتدعو للحب بس دي مادونة قالت جملة امش عارفة ازاي ما تقودش عليها قالت كنت افكر او فكرت كثيراً ان افجر البيت الابيض لكنه مش هيغير شيء طبعاً قالتها بالانجلش وانه غطبانة ومش عارف ايه و ايه و ايه يعني خلونا نسمع دي و ازاي ما تقودش عليها وخلو لكم من حتة المصورة اللي وراها قعدت تواشوش فغالباً هو من كتب الكلام ده لمادونة يعني الممثلة اللي عليها جدل كبير جداً واتكتب لها كلام قعدت تقول فيه وكلام منمق وفيه اللي هو اللي بيسموه السجع والمعرفش ايه وفي الاخر في وسط الكلام وهي بتتكلم قالت ان انا فكرت افجر فها طبعاً ممكن ما يكونش هي اللي فكرت ولكن برضو لازم يتشاف مين اللي بتقول انها عايزة اتفجر البيت الابيض ومين اللي كتب لها الكلام ده اللي عايزيني يفجروا البيت الابيض وزاي الكلام ده يتقال في خطبة على الملأ كده كما قررت البيت الابيض الابيض مش عارفة ازاي عايزة اتفجر البيت الابيض وهي تشوز لاف يعني يعني القضاء الامريكي ولا لأ ويتم الابد عليه والتحقيق معها في جملة زي دي ولا لأ اعتقد ممكن تصير الامر هنتوقف عند صورة كانت الحقيقة قبل ما مدونة تتكلم وتروحها للناحية اليمين من الليستيج كانت وقفة جنبيها سيدة السيدة دي اتضح انها اسمها ليندا سرسور ليندا سرسور دي امريكية فلسطينية قادة التظاهرة ضد دونالد ترامب فلسطينية امريكية مسلمة اختيرت لقيادة التحرقات المناهدة لترامب الى جانب سلاثة سيدات اخرية تبلغ من العمر 36 عام ولدت في الولايات المتحدة لأبوين فلسطينيين وهي رئيسة معانا صورة ليندا احنا كان معانا صورة ليندا وكان معانا صورة كمان وهي موجودة جنب مادونا يعني دي ليندا اللي هي على اليمين دا وكان فيه صورة تانية معرفش زمليتنا بعد تهلنا ولا لا بالنسبة ليندا وهي جنب مش مشكلة المهم عندنا ليندا بقى ناشطة حقوقية برز ناشطها في الدفاع عن الحقوق المدنية معروفة في نيويورك شاركت في برامج تلفزيونية ومقابلات صحفية عديدة شاركت في نقاشات حول وضع الاقليات المسلمة والعربية في الولايات المتحدة بخاصة بعد عمليات التجسس الوسعة اللي قامت بها شرطة نيويورك على العرب والمسلمين في المدينة طيلت سنوات ما بعد الاعتداءات بالنسبة ل11 سبتمبر اللي هتتفاجئوا بيه انه كان كير مؤسسة كير كانت عملة كانت حطة على الصفحة بتاعتها من يوم 21 ديسمبر ان هي بتجهز لهذه المسيرة مسيرة الاخوات بقى مش مسيرة السيدات مسيرة الاخوات وان كابين ان هما من احدى المنظمات اللي عاملين سبونسر للإيفنت يعني دعمينه بفلوس دعمينه ببسات باوتوبيسات مجانية معنا الصور دعمينه باوتوبيسات مجانية والصور دي كان معنا صور من الصفحة بتاعتهم من منظمة كير وهي معروفة عنها انها منظمة اخوانية كانت عملة الكافر بتاعها مغيرة الكافر لو تدخلوا عندها اهي كير دي من كناتيكت تقريبا يعني واحدة منهم وكانوا بيتكلموا عن انهم دعمين باوتوبيسات الكلام ده برضو كان فيه موجود موجود على الصفحة انهم سبونسرينج باس من نوروك والفور مسلم تؤتند زاوامن وارش عفوا ات واشنطن which will happen the day after البرزيدنت الاكت ترامب اناجوريشن فبالتالي انه هنا دي منظمة دي طبعا اللي هما ضد الإجهاد اللي عايزين يبقى فيه إجهاد الناس اللي هما من اللاتينز الناس اللي هما من أماكن اللي هو بيعتقدوا برضو والسيدات لما نزلت انا عجبني قوي بس عشان يعني هو كان طويل لقاءات من القاضية جينين جوج جينين نزلت الشارع فتفجئت يعني وتفاجئنا كلنا انه هما مش عارفين هما عايزيني طب انتو بتتظاهروا ضد ترامبلي طب انتو ايه مطالبكو طبعا في واحدة منهم قالت له ان انا عايزي يعمل المروانة ليجل في كل الولايات عايزين المروانة اللي هي حاجة زي الحشيش تقريبا يعني انها تتعمل بتبقى بشكل قانوني في كل الولايات حاجات ليها العجب الحقيقة في النهاية هما قالوا احنا في خلال الميتيوم بتاع دونالد ترامب هننزل وهنتظاهر ومش عارف ايه طبعا ناس بقى بتتهم وتقولك اه انتو بتتهموا الاخوان ان هما ممولين ايه الناس دي مش طباية مش طباية ليه اذا كان كير نفسهم يعني كاتبين ان هما بيدعموا وهايمولوا ان هما من سبونسر انا بس بقول للناس دي يعرفوا يعني ايه معنى سبونسر يعني بيدعموها ماليا بيقيدوها ماليا جايبين اوتوبيسات الاوتوبيسات دي بتدفع لها فلوس حاجات تانية اكيد اتعملت الكلام ده كان مترتب له من وقت كبير جدا فاحنا هنا مش بنتكلم عن انه من وهم يعني ولا من فراخ فكل الدنيا دي هنحاول برضو اكتر نلقي الدق عليها انه وعرفنا دلوقتي مين هي ليندا سرسور وطبعا ان احنا مين برضو نجم الراك ده كان برضو اعلن ان فرقته انضمت لحركة مقاومة جديدة علامية ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب شفنا مدنة مدنة دي يعني اساسا الحياة يعني معرفش يعني كونها تيجي برضو كرمز وانها تعمل في وقفات ضد دونالد ترامب يعني اللي مش عارف مين مدنة يبقى يشوف مين مدنة في مواقع التواصل الاجتماعي يعني فده طبعا كله غريب انك تلاقي برضو مجموعة من حوالي 60 واحد من الديمقراطيين ما حضروش التنصيب كل دي حاجات غريبة فبالتالي يعني احنا عندنا يعني امور كتيرة ممكن يعني انا يمكن نهاردة بس كان عندنا تقارير برضو تعرفكم حاجات كتيرة من اللي تم القسم برضو يعني لكن عشان احنا خلاص وقتنا انا عايز اقول لحضراتكم شوية اخبار سريعة والفترة اللي جاية هنتوقف اكتر وهنشوف التظاهرات دي الى اي مدى مستمرة مش مستمرة هيكون تأثيرها ايه هيبان برضو مين اكتر مين هم الممولين القطار للتظاهرات دي ايه اهدافهم عايزين ايه بالزبط هيستمروا لامتى كل ده هنشوفه اشتركوا في القناة